دكتور إبيش الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه سيتم التوصل إلى اتفاق يوم الاثنين أربعة مارس وخرجت طبعا نتنياهو وحركة حماس قالوا أن هذا غير ممكن الآن ورأينا جندي أمريكي في سلاح الطيران بايلوت أمريكي حرق نفسه أمام السفارة الأمريكية في واشنطن تعبيرا عن الغضب هو ليس عربي أمريكي هو أمريكي عبيد بعيون زرقاء وشعر أصفر ليس من أصول عربية برأيك هل يمكن التوصل فعلا إلى اتفاق حتى لأن بايدن يخسر شعبيته في الولايات المتحدة ونحن في عام الانتخابات أعتقد أنه فيما يتعلق بوقف إطلاق النار بايدن يتحدث بثقة كبيرة لأنه يعرف الكثير مما يجري مع قادة حماس في الدوحة وما يصل إليه من غزة ومن الإسرائيليين كلا الطرفين يتخذان موقفا صعبا أمام الإعلام في حين يكونان أكثر أمرون في الجلسات المغلقة كلاهما لديه مصلحة في وقف إطلاق النار حماس تسفيد كثيرا إذا تمكنت من إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية ووقف نزيف الدماء في رفح استعادة النظام في غزة أما نتنياهو فسيكون من الصعب جدا أن يسانف الحرب مرة أخرى إذا استمر وقف إطلاق النار لمدة أربعين أو ستين يوما فهي فكرة جيدة بالنسبة لحماس وإسرائيل خاصة وأن إسرائيل في وضع معقد لا يعرفون كيف نقل الحرب إلى رفح لا يعرفون الخطوة التالية فهم لا يمتلكون أي هدف سياسي إنهم يقومون بحرب انتقامية وحشية قالوا نحن ننتقم لما حدث في السابع من أكتوبر وقد أبادوا عددا كبيرا جدا من الناس ولا يوجد بقعبتهم الآن سوى التحرك رح ورفح على الحدود المصرية أعتقد أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق لأن كل الجانبين يمكنوا الاستفادة من النقطة الشائكة الحقيقية هي إطلاق صراح المعتقلين في الأسطينينا بالأمس قالت المتحدثة باسم الجانب الإسرائيلي ناهو لن يتم إطلاق صراح الألاف إذن نحن نتحدث الآن عن المئات وهناك جدل حول من سيتم إطلاق صراحهم حماس ترغب في خروج نشطائها الرئيسيين وهذا ما ترفضه إسرائيل بالإضافة إلى ذلك هناك تساؤل هل هو وقف لإطلاق النار أم هدنة مؤقتة لأنه إذا كان وقف إطلاق نار فإن ذلك يجعل استناف الحرب من جديد أكثر صعوبة وإذا كانت هدنة ذلك يعني أن الحرب ستبدأ من جديد هذه الأمور يتم تفاوض بشأنها الآن بايدن يحاول أن يكون متفائلا يعتقد أنه من الممكن أن يحدث ذلك وأعتقد أنه من الممكن أن يحدث نعم